بسم الله الرحمن الرحيم نبدأ بمادة الفيرس ومادة الباور سيستمز هذه المادة ستبدأ بشابتر ثلاث سوكشين ثري من كتاب غلوفر النسخة الرابع ستطلقوا الكتاب والمانوال بالوصف أول شابتر هالف ستتكلم عن البيئر يونيت كوانتيتي أنا بيئر يونيت كوانتيتي القانون تبحى بساولي الاكتشوال فاليو لهاي الكوانتيتي على البيئيس فاليو ولا ما نقول الكوانتيتي بالكهرباء مثلا من الولتيج كارلد او باور طيب بدايتا بدنا نأخذ أكثر من قاعدة للبيئر يونيت واحد الباور بيئيس وتساوي الرياكتف باور بيئيس وتساوي الاس بيئيس تمام الريال باور وتساوي الرياكتف باور وتساوي الابيرانس باور ثمين يعني الريال باورت تساوي الامجينري باورت وتساوي الكوانتيتي نفسها كامل مثل المثال على هذا الاشي الزيد مثلا زيد بيس بتساوي عر بيس وبتساوي اش كمان الاكس بيس الرياكتنس وفي كمان الادمتنس بيس شو بتساوي الريال باورت من الادمتنس اللي هو اش الكندكتنس جي بيس وبتساوي اش كمان السبتنس بيس طبع قوانين اي بيس والي بيس نفس قوانين اي بيس طبعا اي بيس ساوي اس بيس الان بيس الان بيس على الفي بيس اي بيس اي بيس نفس قوانين اي بيس اي بيس اي بيس اي بيس شو بتساوي واحد عزد يعني اي بيس على الفي بيس هاي القانون نعرفها من قبل في عندي هذا القانون الجديد بيريونيتي كوانتيتي فمثلا لو بدنا نطول البيريونيت للزد زد بيريونيت شو بتساوي الاكتوال على زد بيس تمام؟ حساب الاب السؤال بيكون معي الاس والفي انا رح اوجد ايه في الاي والزد تمام؟ اذا زد بيس هم مش معي مع الاكتوال بس بدي اوجد البيريونيت للزد معي الاكتوال بدي البيس شو قانون البيس كلنا؟ من هون زد بيس شو بتساوي في بيس هم معي شو قانون آي بيس اس بيس على في بيس تمام؟ إذن زد بير يونيت شو بتساوي زد اكتوال على زد بيس هم يشوب في بيس على الاي بيس قانونها اس على في ثمان بعد التبسيط زد بير يونيت زد اكتوال ضرب اس بيز على بي بي سكوير هذا اخوان اول ما نحفه منطقة تشتغل في هاي الامبيدنس ممكن تكون في عندي امبيدنس في منطقة معينة وصار تشتغل في منطقة ثانية لكل منطقة في الها بيز فاليو تمام فمثلا هاي عندي هون ريجن وهي ريجن او زون زون 1 زون 2 لو كانت تشتغل هاي الامبيدنس على بيز وصارت تشتغل على بيز 2 زد بير يونيت كانت الها قيمة معينة بصارت تشتغل على بيز ثاني اكيد رح تتغير هاي البيير يونيت تمام فعلها قانون قانون كالتالي زد بير يونيت نيو شو بيساوي زد بير يونيت اولد يعني كدش كانت قيمتها الاصلية قبل ما يتغير البيز تبعه بر في بيز اولد اللي كانت اشتغل عندها بالاول سكوير على في بيز نيو سكوير ضرب اس بيز نيو على اس بيز وولد هون في المقام هون في المقام النيو هون في البسط النيو عكس بعض البولتج والطور طيب هون صار عندي قانونين القانون الاول زد بير يونيت والقانون الثاني زد بير يونيت نيو اذا غيرنا الزون هده القانونين ما نحفظه طيب في شيء اسمه منعبر عن كل شغله بمعناصر الدار الكهربائيه برمز معين مثلا الجنريتر بالشكل ها الموتور بالشكل ها الترانسفورمر ها يكون عندي بالشكل ها سواء كان وان فيز او ثري فيز تمام الترانسفورمشل لاين يا خط مستقيم او خط وفي مستطيل تمام ثم خلصنا الفيديو الاول اللي هو تعريفات بالبير يونيت كوانتيتي وبعض الملاحظات واخذنا القانونين مهمات زد بير يونيت زد بير يونيت نيولا ما نغير الزون او ما نغير الزون او ما نغير مثال على البير يونيت و سنجل فيز نتورك مثال 3.4 من كتاب غلوفر النسخة الرابعة